اشتركوا في القناة كافة التحديات خاصة في هذه المرحلة الهمة والدقيقة وأعرب جللته عن تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها الأمين العام وجميع العاملين بالجامعة بما يخدم مسيرة العمل العربي وتنسيق مواقف الدول العربية تجاه مختلف القضايا وتطوير وتحديث آليات العمل بالجامعة العربية وتمكين مؤسساتها من القيام بمسؤولياتها ومهمها خاصة في الظروف التي تعيشها المنطقة والتي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل للحفاظ على أمن واستقرار دول وشعوب الأمة العربية وأكد جلالة العهل المفدة دعم ومساندة مملكة البحرين لكافة المبادرات ولأي جهد وتحرك عربي يهدف إلى خير الأمة العربية ويحقق لها الأمن والاستقرار والسلام من جهته أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدة على دعم مملكة البحرين لجامعة الدول العربية لتواصل دورها في خدمة قضايا الأمة العربية وتعزيز التضامن ومسيرة العمل العربي المشترك بما يخدم الأهداف والتطلعات العربية وأثنى الأمين العام لجامعة الدول العربية على إنشاء محكمة حقوق الإنسان التي طرحها جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه والتي تأتي لتعزز العمل العربي المشترك وتحقق الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه المحكمة معربا عن تقديره لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة كما أطلع دكتور نبيل العربي جلالة الملك على تطورات الأوضاع الراهنة والمسجدات على الساحة العربية ودور جامعة الدول العربية وجهودها إزاء ما تشهده المنطقة العربية من تطورات ومتغيرات